النهاردة 15 يوليو 15 يوليو ده بيصادف اليوم العالمي لمهارات الشباب للعالم كله ببساطة كده مهتم بمهارات الشباب لأن دلوقتي الفرص بتكمن و بتكون متاحة أكتر للشباب أصحاب المهارات الشباب اللي بيطور من نفسه مش أي شباب لازم يكون عنده مهارة لازم يكون عنده حرفة لأن هي دي لغة العصر دلوقتي مفيش شغل حكومة أصبح الكل دلوقتي متاجه للمشاط الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وده بتكون من خلال فكر الشباب الشباب اللي بيكون مؤهل بشكل كويس لسوق العمل سوق العمل دلوقتي زي ما لسه كنت بقول حضراتكم ما بقاش محتاج فكرة شهادة بس سوق العمل بقى محتاج مهارات محتاج تأهيل محتاج شاب منتج حقيقي علشان كده في 2014 الأمم المتحدة اختارت اليوم ده علشان تخلق حالة من الوعي عند الحكومات أو عند الشباب تحديداً ويكون فيه استراتيجية الاستراتيجية دي واضحة لتأهيل الشباب وتوظفهم بالشكل الأمثل ويمكن بسانت ده اللي بدأت الدولة المصرية كمان بتتجه لي لو بنكلم في تأهيل الشباب عندنا الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة ده حقيقي يعني احنا عندنا كذا تجربة في الحقيقة يا أحمد عندنا زي ما انت قلت تأهيل الشباب للقيادة في منتدات الشباب العطول بتحصل الدولة مهتمة جداً بالشباب لأنه زي ما انت قلت هم دول المستقبل يعني مهتمة بهم في عدد من القطاعات المختلفة وأهمهم طبعاً هي الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي بتأهيل الشباب زي ما انت قلت للقيادة وكمان التجارب الخاصة بريادة الأعمال إن في الحقيقة ريادة الأعمال هي الباب الكبير اللي بتنطلق منه كل الأفكار المبدعة والمشروعات غير التقليدية وبتكون هي عامل أساسي في نمو عديد من القطاعات وبنتكلم في مجال زي مجال الصناعة ده حقيقة يمكن الفروة الحقيقية اللي عندنا يا رسانت هي العنصر البشري كتير من الدول المتقدمة لو بصيتي وشفتي الموارد اللي بتمتلكها هتلاقي مش زي أفريقيا يقولك أفريقيا هي فيها أكتر من 60% من الموارد الطبيعية اللي تقدر تخليها نقرأ نطنهض ومش عارفي بس شوفي الدول اللي نمت حقيقية ودول متقدمة هتلاقي هي الموارد الحقيقي اللي عندها هو الشباب علشان كده في مصر إحنا يمكن محظوظين محظوظين لأن التركيبة السكانية اللي عندنا 60% منها هي من عمر الشباب وعشان كده طبيعي جدا كان يتم خلال الفترة اللي فاتت وفي عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بتحصل في البلد وإشركهم في كل المشروعات وكمان تمكنهم وتأهلهم سواء سياسيا أو حتى اقتصاديا نتج عنده إيه؟ نتج عنده مجموعة كبيرة جدا من الشباب اللي أصبحت ممثلة الآن في البرلمان برلمان 2020 تحديدا ومجموعة من نواب المحافظين متواجدين في كل قطاعات الدولة ومش هقول بس نواب محافظين لأن احنا عندنا كمان دلوقتي في مجموعة من الوزراء كمان أصبحوا شباب وشفنا أداء البرلمان نفسه أصبح أداء مختلف أداء حيوي بيتسم بالسرعة ويمكن السبب الرئيس في ده هو وجود العنصر البشري الشاب اللي موجود اللي بيشارك في التنمية ده حقيقي يقولك أنه كان واضح للجميع أن السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم هو مؤمن بالشباب يعني السيادة الرئيس من 2016 أعلن أن هو عام الشباب هو مؤمن بأن التأهيل الحقيقي وتطوير مهارات الشباب هو اللي هيفتح ببانوة طاقة نور لأفكار كتيرة ومشروعات أكتر هتعود بالخير على مصر الدولة في الحقيقة عملت مبادرات كثيرة جدا وقدمت منح كثيرة جدا للشباب في قطاعات مختلفة ومجالات مختلفة لو بنتكلم عن قطاعات اقتصادية أو ثقافية أو رياضية وآخرها كنا شفنا تكنولوجية كمان فالدولة مهتمة جدا يعني الشباب من جميع بقى بنكلم أنحاء الجمهورية بكل حاجة هما يقدموها مهتمين بالحوار ما بينهم وانتداية الشباب اللي احنا بنشوفها كل ده بيأكد أنه احنا مهتمين بالشباب وعايزين بيسموها امباور أو نحنا نديهم نقويهم أو الدفع للأمام أنه هما يقدموا لنا كل ما هو مبدع ويتقدم بينا لقدام ده حقا بس أنت يمكن زي ما أنت ما قلت هو فكرة دفع الشباب وده اللي كان يعني ظاهر في أجل صوره في مؤتمرات الشباب تحديد شفنا مؤتمرات الشباب وشفنا يمكن كلنا فاكرين الشاب اللي كان وقف في أسوان اللي وقف واتكلم وقالي ريس أنا عندي مشكلة في مصنع كيمة وساعت الرئيس استجاب وشفنا تدخل سريع من الدولة ومن هنا ابتدت عاجلة التنمية وعاجلة التغيير تحصل بشكل حقيقي من خلال الشباب فالشباب هو فعلا قادر على التغيير ويمكن دي العبارة اللي قالها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي لسدة الحكم قال لا تنمية ولا نهضة دون الشباب فصباح الأمل صباح الخير صباح القادم أفضل بسواعد الشباب صباح الخير يا مصر موسيقى